عن ماذا تعبر رسومات الأطفال؟ موضوعنا لليوم بأهلنا رسومات الأطفال تعبر دائماً عما يدور في داخلهم من أفكار وتصورات بالإضافة إلى رسمهم بطريقة عفوية بعيدة عن التعقيدات التي يعرفها الكبار وأطفال سوريا يعبرون عن واقع الحرب التي عاشوها من خلال رسوماتهم كيف أصبحت رسومات أطفال سوريا من خلال التقرير التالي؟ لم تعد حياتهم كما كانت سابقاً والبعض منهم ولد فوجد أمامه هذه الصور المتراكمة من انفجارات وأصوات للدمار قابعة في رأسه الصغير الذي لم تنمو عنده بعد تفاصيل الحياة فهم لم يعرفوا سوى واقع الحرب ليعبروا عن أنفسهم من خلال رسوماتهم العفوية ونقلهم ما يشعرون به دون التهرب الذي يعرفه الكبار لأن كنت مزعوجتي لأنه سافرت من بلادي لهن وتغير بيتي من بيتي لخيمة بدل الحيطان أخشاب بدل السأب شادة وهي هي يؤكد خبراء وعلم النفس أن الكثير من الأطفال يشد بذهني عندما يمسكوا بالقلم ويبدأوا بالرسم لكن رسوماته وخربشاته له دلائل كثيرة جدا إذ تعبروا عن شخصيته وعن نفسيته وطموحاته وعن ما يفكر به وعن أحلامه المستقبلية والحالية وعن ما يكرهه ويحبه شيء أكيد صار جميع الأطفال وأغلبي دون صار عندهم مشكل نفسي من الدم من الدمار من الطيران صار الطفل إذا شاف طيارة يرتجف يرعى يرتعب إذا سمع الصوت يقول صاروخ سكود عنده رعب صار الطفل يشوف المنامه يتخيل حاله حتى هو أنه ضمن المخيم في سجن الأطفال لازم لهم في القتل لازم لهم في الدمار لماذا يستهدفون الأطفال في سوريا الطفل طفل بريء كتلة ناعمة تستحق الحياة تستحق من العالم أن ينظر إليها بعين المحبة بين مستقبل غير واضح المعالم وماض قصير بالنسبة لهم لكنه يتضمن ما يحمله من أهم مراحل تكوين ذاكرتهم فهل يستطيع هؤلاء النسيان وتعود حياتهم كما كانت؟ أو كما يجب أن تكون؟ لا نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستيديو الاقتصاصية النفسية هل أهلا؟ مساء الخير؟ أهلا وسعلا بداية متى يبدأ الطفل بالرسم والتعبير عن نفسه من خلال الرسم؟ الأغلب يأخذ أنه هو لا يفوت عن مدرسة لا يبدأ يرسم أو متصورين الرسم هو الرسم التعبيري اللي عن جد بتشوف ملامح هي لا أبدا الطفل بيبدأ من عمر السنتين بالرسم الشخ بطال شخ خبير نحن سمية هي هي كمام إلى مددولات وشغلات كثير مهمة ما لازم هيك نتجاوزها وحتى على صعيد تنمية المهارات هي كثير مهم لأن الطفل اللي يتعلم يمسك الألم ده يمارس نشاط غير الكتابة أكيد فهو عن طريق هاي اللي يتعلم كيف يحرك بصره وإيده كمان لازم يمسك هذا الشيء حتى بيقولوا باختبار الزكاة أن الطفل بيرسم دائرة اللي عمر 3 سنين لازم يكون هو قادر على رسم الدائرة بهاي الحالة هو زكاة ويكون أتم زكاة بعمل 3 سنين بيرسم دائرة تمام هو إذا صار قبل سنين معناته هو أسكى أو قلو موهبة أكتر بالمهارات الحركية مو بضرورة تكون الكتاء عفوا الرسم وممكن تكون صلصال المكعبات فيه إلو شيء مؤشر هون بيكون أيهم دائما بيتهموك أنه عمرك كبير سبتقدر درسوم دائرة لا أنا بدي بيقى بالموضوع ساويك أنت ممكن أننا تتعبر رسومات الأطفال عن شخصيتهم أنت فينا نعرف أنه في شيء داخله مأساوي لا هذا الطفل ممكن أنه يكون سعيد هو من خلال تحليل الرسمة ما في عمر معين نقول أنه بهذا الوقت صار فينا نعتبره لا هو من عمر السنتين حتى بجوز أصغر نحنا منحلل الرسمة معناتها هي إلى مدلولة ما للأسف اللي بياخدوا أنه بدهم شيء جاهز وواضح يعني بيقول لك إذا رسم حرب وبارودة ونار معناتها هو هون صار عنده مشكلة هو أبدا هو غير قادر يمكن على تصور هاي في أطفال مثلا بس تأثرت بالأصوات أو سمعت الأصوات ما بتعرف شكل هاي الشيء إضافة له هيك في غلط تربوي أو بالمدرسة كمان نحنا أنه رسوم عن حرب كذا يعني ضغر نحنا يعني إذا مو موجود عنده نحنا مرسخ نحنا ما عندك هاي التصور أنت أو رسوم عن شيء محدد فنحنا هون عم نحدله من خياله فبالعكس يمكن يكون قبل مرحلة الأربع سنين على أكل لو أنه بيكون حر الطفل لسه ما أنا محدود من خياله ما أنا محددينه نمط معين يرسم فيه ممكن جدا أنه تكون تعبيرية أكتر لأنه هو بالفعل عم يرسم خيال محضمة في أي تدخل الخارج فيه يعني إذا تعطيني شوي عن مدلولات الرسوم مدلول الرسوم أكتر شيء بدل هو مكان الرسم اللي بيبدأ منها الطفل يعني نحنا منلاحظ الطفل اللي بيعبي كل الورقة من عمر السنتين مثلا شخبير وهيك فهون هو بيكون طفل سعيد طفل مشبع الرغبات ما بالضرورة يكون متأثر يعني بالمحيط الخارجي بس أهله أدرانين يفصلوه تماما يعني منلاحظ الطفل اللي بيرسم بأعلى الورقة يعني بيبدأ رسمته بالأعلى فهو طفل عنده طموح مستقبل بيحب هاي النظرة يعني طفل اللي بيرسم بأدنى الصفحة هو المحبط نفسيا اللي عنده مشاكل نفسية هي مؤشر كتير مهم فيه اللي بيرسم بجهة اليسار كمان أيضا هو شخص بفكر بالمستقبل واللي بيرسم بجهة اليمين شخص عنده مشكلة بالماضي أو حنيل الماضي حسب الحالة طبعا أي شيء بالدنيا ما في شيء إنه الرسم بس مثلا ممكن فصل للحالة شو هي لا بس هي بتعطينا المؤشر الدليل لنبدأ نعرف إن في مشكلة أولى طب ممكن استخدام الألوان في أطفال بيحبوا يستخدموا الألوان بكثرة هل له مدلول هذا الشيء؟ الألوان كمان هي الألوان هون شوي بده دقة اللون الأحمر مثلا هو لون الحب ولون العاطفة ولون إنه هو مرتاح ولون بنفس الوقت هو لون العدوان والعنف الأسود مثلا هو لون الفخام الرقي السقة بالنفس بنفس الوقت هو لون الحزن فاللي بكون مدلول هون كيفية استخدامك للون يعني مثلا من لاقي الشمس مثلا إجا طفل لونة بالأسود هون في مشكلة معناته لأنه انت عكست شيء أما هو إذا عم يستخدم بالمكان إذا هو شايف حال لابس أسود وكان الألوان متناسقة فهو ما في أي مشكلة لأنه هو عم يستخدم الألوان بالشكل الصحيح صحيح حتى كسافة الألوان ما في أي مشكلة ولكن سيطرة لون على الرسمة أو تغيير يعني مثلا شجرة لونة أسود أو لونة أحمر أو شيء معناته هون تبدأ المؤشرات أما استخدام الألوان لأنه هي نفس الألوان إلى خاصية إيجابية وخاصية سربية بتعاملك هلأ مع الأطفال أو يمكن اطلاعات معينة في حالات غريبة من أطفال سوريا كان في مدلولات معينة من خلال رسوماتهم هلأ أكيد الطفل لابد أي حدا تأثر للحرب سواء عنده عقدة نفسية أو لا أنه يطلع هذا الشيء يتفشى بمجال ما بتلاقي أحيانا أطفال عنده سلوك عدواني أطفال رسم تسارت بطريقة أطفال الصراخ عندهم يعني بتكوني عم تحكي مع فجأة أو نبرة صوتها عالي لابد أنه يكون فيه أكيد أنا أتأكد النسبة إذا بداية تكون فيه دراسات حتكون كتير أعلى من قبل لأنه لأنه هذا الشيء ما رح يروح يعني بدا يظل يظهر حتى على الأطفال اللي ما شهدوا الحرب اللي هنا ببلاد الجوء أو كذا تسارت الحديث عن هذا الموضوع ميولنا كنا نحكي كبار اتجاه هي الأحداث إهمالنا لجوانب معينة أكيد هذا الشيء ترك شيء عند الطفل ولكن بدي أقوله أنه مو بالضرورة إذا أنا رسم هلأ ابني هاي الرسمة أنا خلص أعتبره مريض نفسي وخلص تعقد الطفل هي كمان للأسف هي نحنا نساوي أنه الطفل تعقد من الحرب فخلص صار عنده مشاكل دراسية بعضية لأنه هو تعقد إذا صار عنده تباولة إرادة بعضية طب الحل شو أكيد هو تعقد في حل قطعاً كل إنسان يمر بصدمة إلى حل والحل عنا نحنا بين إيدينا يعني الطفل عم يعطينا المؤشرات عم يعمل عليه خلصاً مؤشرات من خلال الرسم إذا نحنا من نختص موضوع الحلقة إذا شفت أنا لاحظت على رسم الطفلي طاغي لون معين طاغي نمط يعني إذا بيرسم بس بأسفل الصفحة مترك الباقي فاضي إذا عطول عم يبدأ بأسفل الصفحة طبعاً التكرار مو أول رسمة إذا كانت رسمة عادية يش فينا الأم متميز إنه هذا الطفل بحاجة إلى تدخل طبيب نفسه خلينا هلأ ممكن الطفل يكون عنده رسمة عادية ولكن في عنده سلوك أخرى يعني عنده صراخ عنده مشكلة هون كمان في مؤشرات ومو ضرورة إليك عن طريق الرسم ولكن كون نحن حاصرين موضوع عن طريق الرسم فهنن هدول إذا كانت الرسمة عادية وطبيعية معناتها هو معمي عن المشاكل معناتها نحن نجد بهذه السنوات الحرب كنا قدرانين نحتوين بعده عن هذا العالم ما كنا معرضينه كتير لهذه المشاكل ليونسف يمكن نشرت فيديو عن رسومات أطفال الحرب وكيف عبروا عنا خلينا نشوفهم مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أستاذي هلا يعني متل ما شفنا بهذا الفيديو أنه أغلب الرسوم عم تكون عن الحرب عن الطائرات عن الدمار فأمت الأهل بيتنبهوا لما بشوفوا أولادهم عم يرسموا هيك رسومات شو لازم يعملوا؟ هلأ هاي الرسومات واضحة جدا يعني هم بعد بدأ أخصائي نفسي واضح أنا عم برسم ليك حرب بس مثلا هلأ مر صورة البيت اللي كله أسود ممكن رسمته هاي لحالة البيت لحاله كله أسود هي مؤشر مرأ لون أصفر طاغي جدا على المشفى أو شي كان رسمي فخلص هذا مؤشر هاي جزئية منها كانت هي مؤشر مؤشر لشو؟ لأنه في مشكلة موجود مشكلة حتى تحليل الرسمة يكفي أنه ناخد الصورة الكافية أو يكون عندنا الفكرة العامة يخلنا نقول بس أنه أنا أقدر كأم عادية أعرف أو حلل أو حلل المشكلة أكيد لا لا بد من زيارة مختص نفسي بهذا الموضوع يحدد شو هي المشكلة لابد قبل ما تصير حتى هي المشكلة أني ابعد طفلي عن الحرب قدر المستطاع ما بالضرورة نفتحها الأحاديث قدام الأطفال لأنه هنا ما حيقدروا يحلوا بالتالي حيصير عندهم خوف أو هو موضوع أكبر منه ما في داعي أنا أفتحه أساساً قدامه إبعاد الأطفال هذا الشي من الوقاية ومن العلاج العلاج لا يمكن إلا بإخصائي نفسي مو لا نخوفهم أو نقلهم بس لابد أنه في شيء نحن ما نعرفه لازم نصله وممكن تكون نصيحة ممكن أو بس دلنا على المشكلة نحن نعرف بس لازم نعرف شو هي المشكلة طيب ست هلا يعني دايما نحن نروح للنتيجة أو حتى الحل اللي يمكن نستخدمه مع أطفالنا نحن أكبر يمكن لما بيكون معنا مشكلة منبلش من خربش أو منكتب أشياء يمكن ساعدنا منفرغ كل الشحنات اللي عنا على الورق قاددين أنه ممكن نعالج أطفال بموضوع الرسم أكيد هلا اللي بيصير أنه لا ترسم طيارة أرسم شجرة أرسم كذا أرسم وردة هذا مو أسلوب علاج أبدا أنت هون عم تحرفي له المفاهيم عنده لا خلي يرسم خلي شخبر خلي يطلع كل شي جواه سألي شو معناتهم أحيان الطفل ما بيرسم هيك الرسمات الواضحة بيرسم عمود كذا أنت شو شايف هاي هذا مين هاي أنا هون يعني بالرسم فيه شغلي أنه فيه وجودي وفيه إسقاطي الوجودي هو بيبلا بيقلك أنه هذا أنا هي أنت ممكن رسمات هي شخوطة صغيرة هي فرزيعة على فكرة اللوويرة اللي بتكون طالع من أشعر أنه هاي ماما هاي شي بشكل طربي يزعل أطفال أما الإسقاطي هون بقى بيصير بده التحليل أما الوجودي هو عم يترك حاله إنه شو إشلون بيشوف العالم بوجهة نظره الصغيرة كيف ممكن نساعدون للأطفال أنه يبتعدوا عن واقع الحرب هلأ أول شي نتجنب الحديث قدامهم نحاكيهم بصراحة في كتير أهالي مع تبريد الطفل أنه هو ممكن إذا قلت له ألعاب نارية وكذا هو يفهم شو عم تللأ هي حرب وصار هيك ونحن بخير هلأ يتقبل الواقع اللي صار يشعروا بالأمان يمكن هذي كثير نقطة مهمة هو يشعر بالأمان في كتير أهل بيحكوا إنه ممكن إحنا بأي لحظة نموت أو كذا قدام الطفل هاي لحالة مشكلة نفسية يعني حتى تماما فأنا لأ عطول حقا بحثته بالأمان ونفس الوقت عم بيحكيله على الواقع لأنه هنا النمطين صاروا يا اللي بيحكوا كل شي وإنه إحنا بأي لحظة ممكن نموت يا أما اللي عم يقولونه إنه ألعاب نارية بره وعم نحتفل إنه نحن وافل شي فأكيد طفل مانه غبي لأنه يصدق هذا الشي هو أكيد بيعرفه وعم يعرف أنه أنت عم تكاذب عليه فعم لقنه مليون ألف سلوك غلط أنا بهذه اللحظة وعم بخلق له مشاكل نفسية فهو الإبعاد والحكي بصراحة وتقبل الواقع بأي عمر ممكن طفل يفهم إنه هذا حرب وهذه الغروف عم نعيشها؟ حقيقة طفل من عمره يوم ممكن يفهم يعني ما له عمر محدد بس السؤال اللي هو بيسأله إذا أنا كأم أنا بقدر طبعا أنه أنا ما فيني يمسك ابني وقاله أنه في حرب بس أنا يوم يتوجه لي السؤال فهو يعطيني المؤشر الكامل أنه أنا فهمان عم بيسألك أنه شو هذا الصوت لبرة ممكن حتى يستخدم أنه هو أواس أنه حدا مات فهو أعطاك المؤشر أنه فهمان معناته أواس ومات ومسدس وكل شي فأنا هون لازم جاوبه بالشكل الصريح والحقيقي والواضح طبعا بدون مبالغة بدون تعابير اللي نحن منعطيه كمان لك أمهات سوريا تتطير من عبر بتعابيرنا لا نحكي كأنه طرف محايد نحن ونحسسه بالأمان لا نحن معاك والله معنا وما حيصير علينا شي هذا الحديث دائما مستمر سواء سأل أو لا الاختصاصية النفسية هلا هلا شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم للمعلومات القيمة مشاهدينا شكرا لإستماعكم معنا متشوفونا بكرة بنفس التوقيت ستة وخمسة بتوقيت دمشق إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة